أتسأل معك إلى أي مدى ستكون الوصول إلى صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ذات نفع إيجابي على تهدئة هذه التطورات على الجبهة الجنوبية في لبنان الصباح الخير لك ولي جميع المشاهدين الواقع أننا نمر في مرحلة صعبة في أيام مفصلية إما أن تنجح الوساطة الآن وهذا الضغط الدولي الكبير بدءا من بيان رؤساء ثلاثة دول وانضمام بالأمس أربع دول أوروبية بريطانيا فرنسا إيطاليا ألمانيا إلى هذا الضغط على إسرائيل فإما أن تنجح المفاوضات المرتقبة يوم الخميس وإما أن ينجح نتنياهو بجرأة المنطقة كلها إلى الحرب الشاملة والولايات المتحدة الأمريكية معها طبعا لذلك نحن في وضع حرج هناك ترقب طبعا كما تعلم للرد الذي سيأتي من لبنان ومن إيران على الاعتداءات الإسرائيلية كان باغتيال رئيس حركة حماس الرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية في طهران أو على اغتيال القائد في حزب الله فؤاد شفر هناك أيضا عوامل جديدة أيضا مستجدة داخل الكيان الإسرائيلي هذا الانقسام الحاد بين الجيش والحكومة هناك تعلم الرسالة التي أرسلها كبار الضباط إلى قيادة الجيش وطالبوا فيها بوقف هذه الحرب انضم بالأمس جالنت إلى هؤلاء أيضا عندما قال وأعلن بأن النصر الكامل بعيد المنال وهو رأى أن الفرصة الوحيدة لاستعادة الأسرة هي بالذهاب إلى الصفقة هذا أيضا أمر مؤثر الأمر الآخر أيضا ما حدث من نسبة لإطلاق نار على الأسرة الإسرائيليين من قبل المجندين فلسطينيين كما أعلن الناطق باسم حماس أبو عبيدة هذا أمر أيضا حدث مهم جدا سيضغط الآن كثيرا على أهالي الأسرة وعلى الحكومة الإسرائيلية ويوضح بشكل قاطع أنه لا يمكن لإسرائيل أن تستمر بعدوانها وقتلها للمدنيين في غزة وارتكاب المجازر وفي نفس الوقت تظمن سلامة الأسرة الإسرائيليين وبقاءهم أحياء ومعاملتهم الجيدة هناك أيضا عامل مهم لا يجوز القفز فوقه هو هذا الحشد الأمريكي الغير مسبوق في المنطقة هناك قطع بحرية عديدة تتوجه إلى المنطقة قائد المنطقة الوسطى يعني وصل أكثر من مرة وزار إسرائيل كل هذا يؤشر إلى أننا في أيام صعبة أيام حرجة ونحن أمام أيام موصلية إما أن نذهب إلى فعلا إتمام هذه الصفقة وأنهاء هذه الحرب وينجح الأمريكي بالضغط على الإسرائيلي إما أن ينجح نتنياهو بجرد المنطقة إلى حرب شاملة ترجمة نانسي قنقر